حاجة معانا كده عايزين نبدأ بيها ان احنا بنستخدم زيها دي امتا؟ بنستخدمها قبل الاسم المفرد للاشارة علشان نشير الى يعني الى فصيلة او شيئا بمعنى انت لما عايز تقول لي مسلا الاسد خطير فهتقول او الاسود خطيرة يعني بقول لي زالاين is dangerous. انت لما تقول لي زالاين is dangerous انت مش اصدق على الاسد معين انت كنا بتقول لي الاسود كلها خطيرة. يعني عايزك تفهم ان كلمة زالاين دي بتساوي طيب انت عايز تقول مسلا الزرافة تعيشه في آآ افريقيا. يبقى هتقول لي the giraffe lives in africa. لاحظ برضو كده زي الشاطر انك قلت لي the giraffe. دي معناها giraps الزرافات عموما عموما كلها. طيب حاجة تانية انت عايز تقول لي الاسد بيأكل اللحمة هتقول لي the lion eats meat. يبقى انت لما تحب تتكلم على اسم عموما بتاخد معها زا. الحاجة التانية بقى لما ديجي تذكر نفس الاسم مرتين. عارف لما تقول لي I boot a cat. انا اشتريت قطة. the cat القطة is black. القطة لونها اسود. انت خدت هنا زا لانك قلت cat. cat ذكرتها مرتين. فقبل المرة التانية بنستخدم زا. طيب الحاجة التالتة. عايزك تفهم ان مع الاسماء الفريدة اللي ما فيش منها غير واحدة او اللي احنا بنعتبرها لانها واحدة. تاني كده. الحاجة التالتة. رغم تلاتة مع الاسماء الفريدة. اللي ما فيش منها الا واحدة. او تعتبر واحدة. بمعنى انك لما تقول لي the sky is blue. السماء وزرقاء. انت هنا قلت زا ليه? عشان السماء. تعتبر واحدة. برغم ان هما سماوات. بس احنا بنقول السماء. بص في السماء. بنعتبرها سماوات. بنعتبرها سماوات. بنعتبرها سماوات. وانت بتقول برضو the sun. وبنقول برضو the moon. الاسماء الفريدة بنستخدم دايما معاها زي. فنقول the sun, the moon, the sky, the weather. الحاجات دي كلها. طيب اي انت برضو ممكن تقول زي ايه? زواذر لو الطقس. متفقين? متفقين. تعال بقى نروح لحاجة تاني. بنستخدم زا دي بعدها اسم لقب جمع. علشان ناخد اسم العائلة. بمعنى انك لما تقول لي زا عارف عامو سميث. لو انت قلت لي زا دي معناها عائلة يعني هو وعياله والمدام وكل العائلة كده. فتقول لي زا سميث. وبالتالي هنا هنقول زا سميث فاملي مثلا. يعني بمعنى فاملي يعني. طيب خد بلك كويس جدا. انت بتقول زا سميث فاملي معناها عائلة ممكن تقولها زا سميث من غير فاملي. طيب باستخدم برضو زا رقم اربعة باستخدم زا مع الانهار والبحار ومحيطات والصحاري والجبال. كل الحاجات دي. تاني كده مع الانهار. والبحار. والمحيطات. الانهار والبحار ومحيطات. اه والصحاري. الجبال الجمع. والبحيرات الجمع. تفرق معاك جمع من المفرد? ايوة ركز في دي كويس. خب بالك بقى من كلمة اللي هكتبهم لك دول عشان ده كلام هنا مهم جدا. الانهار انك تقولي ده ريفر نايل. زا نايل. لازم انقالهار معها ده. البحار ده ميدترينيان سي زا سي زا اي حاجة سي اي بحر. اي نهر اي بحر ياخد زي. اي محيط ياخد زي. زا اتلانتك اوشان ده زا في اوشان. زا هيسم اوشان. اي اوشان في الدنيا اوشان يعني خد منه خد معها زي. واسمه اوشان بالمناسبة. الصحاري دايما تاخد معها زي. زا صحارة اي صحارة تاخد معها زي. طب الجبال. عند الجبال بقى بحطيه نقطة خضراء. ليه? الجبال دي لو كانت مفرد ما تاخدش زا. انت بتقول بتقول مونت صي ناي من غير زا. لكن بنقول زا البس. ركز عشان ما نتلخبطش. الجبل المفرد ما ياخدش زا. الجبل الجمع ياخد زا. طب البحيرات. البحيرات الجمع تاخد زا. طب البحيرات المفرد ما تاخدش زا. يعني ايه بحيرات جمع? انت ممكن تقول لي زا مسلا اه مش عارف مسلا هنسميها كده. اه سوما ليكس مسلا. هنفترض احنا بنفتي دلوقتي. فيش حاجة اسمها كده. بس انا افترض ان في بحيرات مجموعة بحيرات سوما مسلا. فتبقى ده سوما ليكس. طيب عمو ليك ناصر. بحيرة ناصر. ناخد معها زا ولا ما ناخدش لما ما ناخدش. طب ليه? اصلها بحيرة واحدة. فالبحيرة المفرد ما تاخدش زا. البحيرة الجمع تاخد زا. الجبل. الجمع ياخد زا. الجبل المفرد ما تاخد ليش زا لانه لاخد زا يزعل منك. بناخد زا دي قبل اللقب قبل اسم العاقل. يعني ممكن اقول لك زا سهة. يعني ايه ده سهة دي بقى ديت? ينفع لها سهة? اه ينفع لها سهة. نفترض ان انت عندك في الفصل اتنين سهة. عندك سهة لبسة رد لون احمر. وعندك سهة تاني لبسة لون اه بلو ازرق. فانا بقول لك ابعت لي سهة. ابعت لي سهة. فانت بتقول انهي سهة اللي انت عايز اقول لك زا سهة. ده سهة البيت سهة لابسة لون احمر. تفاهم? فانت ممكن تقول زا واسم بعدها عاقل بس بشرط انك تكون قاصد اسمه مكرر. يعني اتنين سهة تلاتة سهة سبعة بني قادمين اسمهم سهة. عندك الفصل فيه سبعتاشر محمد. اقول لك سند مي محمد. طب ما انت هتبعت هولي السبعتاشر. لا اقول لك سند مي ذا محمد وزق موبايل. ابعت لي محمد اللي معاه موبايل. تمام كده? تمام كده. طيب ممكن نستخدم زا دي مع اسماء البلاد المركبة. مع البلاد المركبة. يعني ايه بلاد مركبة? يو اس اي. يو كاي. ارب ريبابليك اف ايجيبت. انت عارب بالمنظر ده كده ناخد معهم زا. يعني انت ما ينفعش تقول لهم كده من غير زا خالص. لو انت قلتهم من غير زا يبقى انت غلط. بمعنى هتقولي زا يو اس اي. زا يو كاي. زا اي ار اي. اللي هي مصري يعني. ارب ريبابليك في ايجيبت. ركز جده. الاسماء المركبة دايما تاخد زا. زا. سواء انت جبتها مختصرة او انت جبتها زا كده كده معهم زا سواء مداما هي دول مدام دولة مركبة. طيب لكن بقى الدول المركبة دي لو انت حولتهم للصورة الغير مركبة ما تاخدش زا. يعني ايه مسلا? على سبيل المسال. دي انت بتقول لي زا لو انت قلت لي اميركا ينفع تاخد زا? لما ناخدش زا. ناخد اميركا من غير زا لكن نقول زا يو اس اي. طب زي ارب ريبابليك اف ايجيبت. لكن ايجيبت من غير زا. اوعى تعملها زا ايجيبت تبقى مصيبة. طيب. الدول المركبة تاخد زا. الدول الغير مركبة ما تاخدش زا. لكن في دول مش مركبة وبتاخد زا زي مين مسلا? عندك مسلا ده سودان. زا سودان. من الدول اللي غير مركبة اللي بتاخد زا. بالرغم انها مش مركبة بس تاخد زا. طيب وهنا نقول الموضوع ده برضو في الاخر الفيديو مع الاسماء مع امتى ما تاخدش زا اصلا. يبقى احنا قلنا مع اسماء البلاد مركبة زي 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 طيب مع الادوات الموسيقية. مع الادوات الموسيقية بنستخدم زا. تاني كده مع مع الادوات الموسيقية. بمعنى ايه? انت بتقول لي اي بلاي بيانو. انا بعد يفعل البيانو. اي بلاي زا فلوت. انت اخد بالك مع دايما دايما دايما. مع الادوات الموسيقية بنقول زا. دايما مع الادوات الموسيقية بنقول زا. الحاجة اللي بعد كده بقى تعال عدتهم لك الاول وارجع لك. رقم تسعة. عدتهم لك والله. رقم تسعة. الحاجة التسعة بقى اسماء الاماكن الفشل خد زا. مين اماكن الفشل? الفناتق. مع الفناتق. رقم واحد. والمساح. والسينما. والجرائد. والمتاحف. الاماكن كده انت تحس ان فيها بوظن دي. الاماكن ده كلها تاخد معها زا. بمعنى. عايز اقول لك مسلا. آآ فندق فندق الشيراتون فتقول لي زا كده تقولها زا شيراتون هوتيل. طب فندق النيل زا نايل هوتيل. اخد بالك الزا لندو واخدها دي مش عشان نايل عشان ده اسمه فندق. طيب حاجة التانية. المسلا عايزين نقول اسم الاحنا قلنا المسارح المسارح المصري زا اجيبشن سيتر. طب السينما سينما التحرير زا تحرير سينما. الجرائد انك تقول لي مسلا زي جريدة مسلا. زا اجيبشن ميوزين. لاحظ ان الحاجات دي كلها باخد معها مين? بياخد معها زا. طب الحاجة العشرة بقى كمان. بتاخد زا مع الاسم الجمع علشان يديك اسم العيلة. تاني كده? بناخد زا مع اسم الجمع علشان ناخد اسم العيلة. اللي هي انك تقول زا دي اسم ايه? اعتقد ان احنا قلناها مرة دي مكررة دي كررناها تاني مرتين كده. اه ممكن نستخدم زا قبل اه اسم اللغة ليعني الجنسية. بمعنى يعني اللغة الانجليزية. عارف انت لو قلت زا يعني الانجليزيين. الاجانب يعني. طيب اللغة الفرنسية. بحب الفرنساوي. لكن لو انت قلت لي زا فرنش. فدي معناها الفرنسيين. تمام كده? لو انت بتقول ان بحب الاسبانيين دول موت موت كده الاسبانيين دول بالزات. هتقول معناها الاسبانيين. تمام? طيب البريطانيين زا بريتش. طيب زا انجليزيين عموما انجليزي بريطاني كندي ايا كان الانجليزي يعني. طيب الحاجة اللي بعد كده. مع الالقاب اللي احنا بنذكرش مع اسم. لقام اتناشر. مع اللقب لو جاء بدون او من غير يلا اسم. بمعنى يعني ملكة. لو انت قلت لي كوين فيك توريا او ما تحطيلي معها زا تبقى مصيبة. ليه? انت اقول فيه الشرط ان اللقب من غير اسم. طب اللقب بس كده هو يعني. زي كوين. انت عارف كوين? يعني ملكة. انت هنا تقول لي زا كوين عادي تمام? زي الفل. طب معلش همسطر الفرق من الاتنين? كوين. اي لقب هتجيب مع اسم ما تاخدش معها زا. طب اي اي لقب من غير اسم? قل لي زا. زا كوين? زا دكتور. اه زا بروفيسور. لكن لو انت عايز تقول لي دكتور مجد يعقوب هتقول بروفيسور جاكوب. الدكتور مجد يعقوب من غير زا. طب ليه? لان الالقاب لو الالقاب معها اسماء ما تاخدش زا. لو اللقب لوحده من غير اي اسم ياخد زا جميلة لطيفة قبله كده وتخليها زينة كده واضحة. وتعمل التكابتة لو تضبط عليها. اعمل لايك بقى لما قلب الصفحة. بس تخدم زا كمان يا شباب في الحجر رقم تلاتاشر مع صفات التفضيل ومع الاعداد الترتيبي. يعني ايه اصفات التفضيل دي. انت بتقول لي اهم حاجة في الدنيا هي اللحمة. انك تقول لي المشكلة التانية عندي ان انا ما عندش فدوس كافية. تب استنى كده مصطدك. ايه اللي غلط في الجملة دي? انا فعلا كده والله. هسألك سؤال هو ايه اللي غلط في الجملة دي ولا انت شاف يا هاب دا? شمي تحت هاب دا. نعارف ان انت شمي تحت هاب دا. ايه يا هاب دا? طب ما تيجي نجيبها كده. زي يعني الشيء الوحيد عشان الشيء ده غير عاقل اللي انا بحبه هو الشاي. الشاي مفرد فعشان كده قلنا اه اه ديت علشان بيتاخد الفعل في المصدر. طب ما ما فيه يا مستر والله فيها يا عم. ايه هو? يا راجل ما انا قلت لك لما تلاقي وتلاقي صد التفضيل او تلاقي كلمة تقول انت شعنا طول انت ماشي في الطريق زت من الاختيارات. فالمفروض ما تقولش هنا وتش تقول ايه? تقول زت. يعني اكتب لك وتش دي عمدة متعمدة قد نلعب مع بعضينا. يبقى هنا وتش غلط حطي اللي با كانها زت. اتفقنا? طيب. يبقى احنا قلنا كده مع الصفات التفضيل نستخدم دايما زا. وبنستخدم زا مع الصفة علشان نحولها اس. قلناها دي اعتقد لو ما قلنهاش او قلناها بقى مش مشكلة. زابور اللي هما ايه? الفقراء. اه زا الاغنياء وهكزا. طيب الحاجة اللي بعد كده باستخدمها مع الاختراعات. باستخدم زا مع الاختراعات. بمعنى ايه? انك تقول ذا كومبيوتر. الكمبيوتر. ذا تي في. زا اينرنت. زا راديو. اي حاجة من حاجات الفشل معها زا يا راجل اللي قلت لك. الراديو والتلفزيون. وسائل الترفيه. بص اسمهم وسائل تعال نسميهم وسائل الترفيه. وسائل الترفيه دايما دايما معها زا. ايه وسائل الترفيه زا راديو زا انترنت. اه زي على رأي اخواننا الامريكان زا انترنت. زا راديو زا تي في. زا كومبيوتر. اه زا موبايل. زا سيلفون. اي زاهت في الدنيا. الحاجة اللي بعد كده كمان بقى الصيغة اللي احنا بنقولها بالعربي غلط اللي هي كلما كلما. هي طبعا اسمها كلما بس. يعني ايه كلما كلما? هما بيقولوا علها في المصريين يعني جده عندنا بيقولوا علها كلما كلما. بس هي طبعا كلما واحدة بس ما نفعش اتنين كلما. طب ليه يا مستر ما اصلي كلما دي اداة شرط. وكلما دي اداة شرط. ترميلي ادتين شرط من غير اه من غير جواب شرط. بالله عليك ينفع. ده كلام ناس عالين. المهم من المفروض تقولي كلما ذكرت نجحت. مش ينفع اقول لك كلما ذكرت كلما نجحت. الشاهد في الموضوع الفكرة وفيها انك بتجيب زا وصفة مقارنة. والناحية التانية برضو زا وصفة مقارنة. ولاحظ اني عندك تدوى حد تقولي في المنهج. ايه هي بقى? انا عايزة كلما ذكرت كلما ذكرت كلما حصلت على درجة اعلى. فاقولها ازاي? اقول لك يعني كلما تذكر اكتر خط بالك من دي. كلما تجيب مستوى اعلى. ازا المقارنة انك تجيب زا مقارنة زا مقارنة. الحاجة التانية انك ممكن تقول زا وصفة مقارنة. انا عايزة يقول لك حاجة. الاول يعني. الصفات انت ممكن تجيب طويل طويل. طب طولر دي بنقولها هيمتها لما يكون في شخصين ونقول ان ده طولر زان ده. ده اطول من ده. طب لو هما تلاتة. هقول لك ان الواد احمد ازا طولست. اطول واحد في التلاتة. طب لو هما اتنين. المقارنة ما فيش بين الاتنين تفضيل اطلاقا. هما اتنين يعني مقارنة. فعشان كده اقول لك ايا. زا مسلا. انت اخذ بالك انت قلت لي زا عارفك بتقول لنفسك المستر غلطان يا جدعان الحقوق. المفيد نقول زا عشان دايما نقول الصفة الاخيرة ازا تيما عزيه. اقول لك لا يا عام هي كده والله العظيم. ليه? اصلاك انت بتقول زا عود نفسك. لما يكون في اتنين الاتنين بيكون بينهم مقارنة مش تفضيل. ماتفقين? ما تنفذني بقى. طيب. الحاجة اللي بعد كده مع الاسماء اللي اه تحدد باسماء موصولة. بمعنى ايه مسلا? انه ما يفعش قليزة اقول لك الولاد والذي. فهتقول لي هو. تعرف انك لو شلت زا دي هنا تبقى مصيبة ما ينفعش. طب ليه? لانك انت حددت الود بضمير واصل. انهو بالزبط الذي جاء. انهو بنت بالزبط التي سفرت. فانت ممكن تقول لي ابوي هو. اقول لك مسلا دفيف. اه دفيف اه هو كام انتو ماي هاوس. زكار او ماي كده يعني. اعمل حسابك انك بتاخد زا دايما مع الاسماء اللي انت بتجيب بعدها دمر واصل. طيب كمان حاجة برضو من الوحوظات اللي باخد معها زا. اه انا قلت لك ان في بلاد مش مركبة وبيجي معها زا. زي مين? داي زا سودان. زا سودان. الفيديو ممكن يكون ملخبط بالنسبة لك بس انت رتب افكارك براحتك انت بقى. ده سودان زا يامن الدول دي كلها بياخد معها زا. طيب الحاجة الاهم من ده كله بقى هتستخدم انت مع فترات اليوم الكاملة. يعني ايه فترات كاملة يا مستر وفترات كاملة وفيه مش كاملة. اه والله العظيم في كاملة وفيه مش كاملة. بس انها ما تستعجلش. لو انت عايز تقول في الصباح هتقول طب في المساء هتقول طب في الظاهرة هتقول افتر نون. ده كده فترات كاملة. طب الفترات المقصة بقى اللي هي مش كاملة المختصرة. اللي هي نون ونايت. بص بقى بركز في الكلماتين اللي اقول لك عليهم دول وحطهم كده حلقة فودانك علشان انت هتستخدمهم. احنا بنقول او 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 انزا مورننج انزا ايفننج انزا افتر نون. لكن بنقول ات نون من غير زا. وات نايت من غير زا. اتفقنا? متاخدش زا مع نايت ولا مع نون. او عطلح ناحياتهم خالص. طيب ده كله كده باستخدم معاهم ايه يا شباب? معاهم زا. عايدك تفهم حاجة. انك لو قلت لي وي جو تو سكول ركز بقى في الحتة دي. او وي جو تو زا سكول. افهم دي كده يا رب بتكون سهلة وما تبقاش فيها مشكلة بالنسبة لك. لو انت قلت لي وي جو تو سكول وزا سكول. سكول دي معناها ان انت رايح لنفس الغرض رايح يتعلم. هو احنا بنروح ندرسة دي نتعلم. فلما تقول لي يعني احنا رايحين نتعلم. طب لو قلت لي ده معناها انك لغرض اخر. انا رايح للمدرسة وشايل شنطة على كتفي واخد معايا كتاب العلوم بالانجليزي والعرب وفرنسايا وكده فانا رايح طالب. فايزا اقول لك اي جو تو سكول. طب نفترض ان انا حاجة تاني واحد تاني بقى غيري خالص. رايح للمدرسة عشان ابنه عمل المشكلة. فيقول اي شود جو تو سكول تمرو ولا اي جوتو ازاي سكول? اكيد دو ازاي سكول. ليه? لانه رايح يحل لمشكلة. مش رايح يتعلم. وهكذا برضو. كلمة دي اللي هو المستشفى. انت بتقول اي جوتو انا رايح المستشفى ازان انت رايح مريض. لو انت قلت لي اي جوتو ازاي يبقى انت رايح لغرض غير كده. رايح تزور حد. طب انت دلوقتي لو هقولك انت مجرم. شود ولا زاي بريزن? لأ بريزن. طب ليه? اصلي يروح السجن. هو اصلا السجن ده معمول للامثال. مجرمين. لكن لو انت بقى راجل مش مجرم. هنقول اختصارا زاي معاها اسم معناها ان انت رايح المكان ده لغرض غير الطبيعي اللي المكان ده اخترع من اجله. انتفقنا? انتفقنا. طيب اه. هنا بقى في الحتة دي من الفيديو لا 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 عايز افضل قولك لا الحد بعد بكرة بالليل. لا نستخدم زا امتى? اخد بالك من اللي هات دي كلها. لا نستخدم زا امتى? او بعد استخدمها وتقرب منها امتى? رقم واحد. قبل الاسماء المعنوية. يعني ايه اسماء معنوية? وعلى فكرة دي اكبر مصيبة انت بتقع فيها وانت بتكتب. يعني ايه اسماء معنوية? لما ديجو تقول مسلا لقد اصبحت اه مسلا 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 الحكمة نادرة عن هذه الايام. حكمة يعني طب لما تيجو تقول لها الحكمة برضو. ما تقولش زا طيب صورو الحزن. ما تقولش زا صورو ما تقولش صورو حزن وزا صورو يبقى الحزن. لا الاحترام ريشبكت. واحترام من غير الف. فالاسماء المعنوية ما تاخدش زا. اكتب كده. اكتب وراي مسلا ديس. بيرس. اللي هو المولد يعني والميلاد. وزدام الحكمة. صورو الحزن. اه فريضم الحرية. ريسباكت الاحترام. لوف الحب. هابينيس السعادة. ديمقرسي الديمقراطية. نيبوتزم الوسطى. اي حاجة من الحاجات اللي انت عارفها دول. ما تاخدش زا. ما ينفعش تقول لي مسلا لقد اصبح الحب ومن الامور الهامة في مجتمعاتنا. وتروح انت نص درجة. فانت عمل حسابك ما تلخبطش الحاجات دي عشان الحاجات دي غلط. يبقى اول حاجة كده ايه قبل الاسماء المعنوية. ثانيا يا عام قبل الاسم الذي كان فعل ودفناه بمعنى لما تيجي تقول لي معناها القراءته. ما تقولش زا بقى. لما تقول مسلا مشاهرة التلفاز. ما تقول لي خلاص كده? تمام. فعل اللي انت دفتوله اصبح اسم ما تحطوهش ما تحطوش زا. طيب قبل المواد الخام معاها ايه? مسلا ايرن. ايرن معناها حديد والحديد. ما تقولوشش اي الحديد يعني ايرن طب الحديد نقول زا ايرن. لانت كده بتحذر بقى. طيب مع الوجبات. مع الوجبات. ركز الوجبات اللي هي مين? انه اقول لك مسلا بريك فاست لانش دونر بص بريك فاست الافطار لانش الغداء دونر العشاء. في وجبة كده اسمها برانش. برانش دي حاجة كده لو سموها في علم اللغة يعني كلمة كده معمولة من كلمتين. جاية من كلمة جاية من بريك فاست ولانش. بص بريك فاست حتة من بريك فاست وحتة من لانش. اصلها في النص باللاتنين. فبرانش اللي هي ايه? الوجبة اللي احنا كلها في وقت الضحى. في النص بين الغداء وبين الافطار. اسمها برانش. تصبير كده يعني. طيب الكلامات دي اسماء دي كده لها كده ما ااخدش معها زا. اللي هما مين? اسماء الوجبات ما اخدش معها زا. طب خالص خالص يا مستر ولا فيه استثناءات? لو والله في استثناء في الموضوع ده. انت دايما بتقول ولانش ودينر وبرانش من غير زا لو انت تتكلم عليهم عموما الافطار ووجبة تأسية في حياتنا فنقول بريك فاست. الغداء مهم عشان نخليك تقدر تتكلم فنقول لانش. لكن انت ممكن تقول زا بريك فاست. معناها ان الافطار اللي احنا كلناه مع امي الشهر الفات ده لا ينسى. خبالك انت اقول فيه هنا زا بريك فاست. ايش معنى? عشان انت محديد الافطار معين. انا هو افطار اللي قصدك عليه اللي انا اكلته مع امي. طيب انا عايز اقول لك بص الغدر اللي احنا كانناه في المطعم مبارح. يبقى تاخد هنا زا طب العشان اللي انت عملته pile بجعب اتقولنا. فنقول زا دينر. فاخد بلك انت ممكن تحدد. فتختار زا. طيب مع الالعاب الرياضية. الالعاب الرياضية مسلا انك تقول كرة تقول القدم. فوتبول من غير زا. ايبا مع الالعاب الرياضية. ما ناخدش زا. دايما نقول فوتبول تنس فوليبول من غير زا. مع المواد الدراسية ما ناخدش زي. اخد بالك انا عمال اقول لك لا تستخدم زي. طيب انا عايز اقول لك الحاجة. احب اللغتي. الانجليزيتي. هقول لك انجليش. طب فيه اتنين قال اللي عدوا علينا. ايو ما هم اسمهم انجليش. مواد الدراسية ما ناخدش معها زي ابدا ابدا ابدا. تمام? طيب فصول السنة. قبل فصول السنة. اقول لك مسلا سامر. سامر. از سيزن. سيزن دي معناها ايه? فصل من فصول السنة ومعناها موسم. بالمناسبة معناها برضو يتبل فرخة عشان يشويها وكده يعني. طبعا اه الكلمات في اللغة الانجليزية بتستخدم كاسم وفعل وكده. فهي معناها فصل من فصول السنة ومعناها موسم. اه لكن كفعل معناها يتبل. خد بالك من دي كويس يعني. اه اه اقول لك انها تتبل لك فرخة. فطب نكمل موضوعنا فسامر هنا قلناها من غير زيه لان فصول السنة ما نستخدمش معها زيه ما انت عارف ان فصول السنة ما ناخدش معاها ذا. اه برضو اه ممكن او قبل الاعيات. قبل الاعيات. ما داخدش زيه. خد بالك برضو كل ده بنقول ايه? لا تستخدم زيه. قبل الاعيات بمعنى بزورهم في عيد ايستر. خد بالك انا عاية تفهم دي كويس انك مداخدش معاهم زيه. وان زيه من غير زيه. طيب. قبل اللقب المدبوع باسم. فاكر لما كنت بتقول لي علي من غير زيه كده صح. لكن انت لو قلت لي زيه بروفيسور. برضو كده صح. طب لو انت قلت لي بقى زيه بروفيسور علي انت كده بتهبد. انت كده عامل كده. وبرجلك بتخبط في الناس اللي قد قامك. دي رجلك وبتخبط في الناس دي. فكده غلط. خد بالك ان بروف. اه لما يكون في لقب واسم مناخدش زيه. طب لقب بس ناخد زي عادي. طب لقب واسم وخدنا زيه يبقى احنا بنعمل ايه? بنعمل زي الراجل ده ما بعمل. خد بالك من حاجات دي كلها. اسماء القارات. اسماء القارات والدول والدول الغير مركبة. قلناها لحد دلوقتي سبعة تامن مرات. ما تخدش معهم زيه. فاقول لك ايه ايه ايشا. افريكا. متقولش زي افريكا. افريكا. اه مهمة في العالم كله. طيب اخر حاجة بها قبل الجبال المفرد والبحيرات المفرد خد بالك. حتى بقى انت ممكن بتستخدمها وبتخطئ فيها كمان وسائل المواصلات. وسائل المواصلات. لاحظ دي كده? خد بالك من دي كويس. انت ممكن تجيب وسائل المواصلات دي بتاعت حروف كار. باي. ان وان. ممكن استخدم باي وبعدها وسائل المواصلات مباشرة من غير فاصل. اقول لك ايجوة سكول باي كار. باي تاكسي باي بس. مفيش فاصل. لكن ممكن استخدم اون وبعدين فاصل وبعدين آآ كل وسائل المواصلات. كل وسائل المواصلات. يعني عايز اقول لك بص انا بروح لمدرسة بالقطار مسلا. بص على ايه دي كده? على القلم الشايف? القلم ده? دون ايه طيب. رفع عليك دون اكتر. فوسائل المواصلات لو انا استخدمت باي فاجيب باي كار باي بس باي من غير فاصل اه? طبعا ازا اقول لازم اقول لأ مش لازم ولا ممكن ولا لازم اي كلمة لو انت عندك خطار خاص بيك يعني. طيب وممكن استخدم او لأ بس او لاحظ كده انت ممكن تاخد ايه? ممكن تاخد ممكن تاخد خاصة بالزات مع كارو تاكسي وكانوي. التلاتة دول بالزات باخد مع محرف الجار ان بس بشرط انك تستخدم ايه وزا. ركز قولا واحدا باي ولزق في ها وسيط مواصلات. ان مع كارو تاكسي وكانوي بس بشرط يكون في النص فاصل. طيب ما فيش فاصل خلاص نلزق باي. طيب قل مع كل وسائل المواصلات بشرط يكون في فاصل. متفقين? متفقين. احنا كده شرحنا امتى نستخدم زا وامتى ما نستخدمهاش. اتمنى ان اللي يكون الجزئية اللي شرحناها الحادث دلوقتي كده سهلة ومن فيهاش مشاكل. اه باقي معنا اه وان برضو هنقولهم سريعا كده بالمرة بقى مدام احنا بل انا نتكلم ومدام انت قعد تسمع فما علش استحملنا الله يصلح حالك. بص يا سيدي. احنا بنستخدم اه? بنستخدم اه وان دول امتى? باستخدم اه مع الكلمة اللي بدأ بصوت ساكن. باستخدم اه مع الكلمة اللي بدأ بصوت متحرك. انا هحاول يحط لك في اول صفحة دي اهم الاجزاء عشان لو انت زاءتم تحبيتك تكمل الفيديو با انت معك الموضوع كله. بص يا سيدي. مش لازم مش معنى ان حرف بدأ. مش معنى ان الكلمة بدأ بحرف ساكن يبقى دي ساكن لأ. كلمة زي كلمة بدأ بحرف الاتش وهو حرف ساكن بس انا بقول supuesto. كلمة زي كلمة بيان بحرف البيان суп figuring. بدأ بحرف الاي بس برضو هقول اي. لان انت لما ننطق الكلمة دي بننطقها بتوقع ولما لقى مثال الكلمة دي بننطقش الايتش بننطق الاوف اخد بالك من ما حصلون دل كويس. متفقين? متفقين. عادة تفهم الاتية. انك ممكن تستخدم الاوئان قبل كلمة زي كلمة مسلا. لو انت مش عارفه. يعني ايه? واحد خبط على الباب. باباك فين يابني? بابايا موجود. اقول له من سيادتك? قل له لمستر علي. فانت تدخل على وقت وقول له مستر علي ببسأ عليك? لأ طبعا لو انت قلت له مستر علي معناها انك عارفه. لكن انت لو مش عارف الراجل ده هتقول مستر علي. مستر علي يعني راجل كده اسمه علي. يعني لما تقول لي مسلا تامر. دي معناها راجل كده اسمه تامر. معناها كده بالمنظر ده يعني. تمام? لكن لو انت عارفه هتدخل علي تسلم عليه تقول له تامر حبيبي من غير اي ولا اي حاجة خالص. طب امتى نقول زيتامر لو انت شاطر? هنقول زيتامر امتى لو احنا عندنا في الفصل? اكتر من واحد اسمه تامر. ولو قل لك بص ابعات لي زيتامر الود تامر اللي لابس لون اسود. فاهم كده? اتمنى الامور دي ما تكونش صعب عليك. سريعا برضو نكمل كده بناخد او 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 دول قبل الاسماء زي ما اتفقنا كده اللي هي بدقة بصوت ساكن وبصوت متحرك. تمام كده? تمام. طيب انت بتاخدها قبل الوظائف معي. تقول لي ماي فاضر ابي از ا دكتور. دي حاجة. عاية تفهم السيقة دي. رقم اتنين اقول لك دايما كده. دايما كده التركيبة دي سكتة وحفظها عشان هي دايما هتيجي ف handlesها. طيب مع المصطلحات الرقمية. يعني مصطلحات رقمية? انه اقول لك مثلا ا بير. ا انت بص بتقول ا ا خبارك مع المصطلحات دي كلها كده بدي اخد ا. طيب ايه كمان ما بستخدم مع ا. بستخدم كلمة ا دي مع فيو ومع peine. انت بتقول يعني عالى قليل ما يكفيش. طب لو قلنا معنى عالى قليل يكفي. مش فاهم برضه يعني ايه قليل يكفي وما يكفيش هقولك انا. معناها كمية قليلة بتكفي دول معناهم لا يكفي. طب لو انت قلت فدي معناها كمية قليلة بتكفي. لحظة انده يكفي. طب مش فاهم برضه يعني cuzى الفرق بينهم او انا عرفهم ازاي لو انا بقولك بص أنا معي تلت ملاعق سكر. كتيروا قالت قليل كده? طبعا تات معي قدل تهريك يعني قليل ولكن هم يكفون ان يعمل كوبية شايف عشان كده اقول لك تمام طيب انت عندك في البيت قلمين اتنين بس واحد قلم ازرق وقلم رصاص هم قليلين طبعا ولكنهم يكفوك انك تكتب فتقول ده المقصود بقصة ان هو قليل يكفي وقليل ما يكفيش والهاب اللي انت عارفوا ده طيب الحاجة كمان بعد كده مع تعبيرات التعجب يعني ايه التعجب انك مسلا تقول اه يا له من يوم حار انك تقول برضو بس واحد تكون اصدق تعاكس يعني يا لها من فتاة جميلة تمام فاخد بالك انت بتقول لما يكون انت اصدق تعجب بس اخد بالك خليك خربوش يعني ايه خليك خربوش لما تقابل بنات كتير جمع هتقول انت قلت ايه نوات لكن ممكن تقول هنا عشان جمع ما انت عارف ان الاسات ما تجيش مع الاهات ابدا ابدا ممكن نقول يا لهم من اولادهم سيقون كده بالمنزر ده طيب الحاجة اللي بعد كده كمان يعني انت لو عايز جمع ما تقول شي او اصلا وبالتالي هتقول مباشرة طيب ما استخدم برضو امتى نستخدمها امتى ما نستخدمهاش لا تستخدم قبل اول حاجة كده اسم جمع اسم جمع ما ينفعش اقول لك يعني ينفع اقول لك ده تهريج الاس داي مع الاس ما ينفعش ده انا حتى يا رجل لما قلت لك ما تقولش عشان الاس موجودة فالا ما تبقاش موجودة يعني واحدة بالتنين هي تقول الاسم تمام الحاجة التانية قبل الاسم فكر الفيديو اللي فات الذي لا يعد الاسم اللي يعد واخد بالك دي هتربط لك سابعين فكرة عندك في المنهج يعني انت لما تيجي مسلا تقول هاي هاز ستش اا باد انت كده بتهبد وهقول لك بتهبد ليه ولما تيجي تقول مسلا هي اا مت اا مسلا اا اا بيقول انت برضو كده بتهبد لما تقول برضو شي هاز متش اا شجر انت كده برضو بتهبد لاحز ان كل ده هابده اا اا شي مسلا او كل اللي انا عامل باللون بني ده هابده عشان حتى الهابده دايما انتوا بقى بني تخيل انا عملت لك اللون بني عشان كده اربطهم ببعضهم بقى عالي تفهم حاجة بقى سيادتك انا قلت لك ان كلمة اا وان دول ما بنستخدمهمش ابدا مع اسم جامعة واسم اللي يعد تمام تعالي نشوف كده هي هاز ما انت حافز حافز زي الشوط اا وان صفة واسم هم مضبوطة هي عامل حد ايوة بس ازاي اا مع يا راجل اما هو انت يا تشيل الا وتقول يا تشيل الاس وتقول لكن انت كده هتجيب الا والاس مع بعض انت كده بتهزر دي حاجة الحاجة التانية لما تقول هي مت اا بيبل دي اسم جمع ازاي هابدتلي الا دي فدي اسمها ايه كده اسمها جميلة بالمناسبة كلمة دي خبر لمبتدأ اا محزوف تقديره هزه او تلكم كمام ايش اقوم دارسين العربي انا عارف انت هتتسألوا من وراي اا شجر يا عمي شجر دي اسم لا يعد ازاي ناخد هنا يعني مش فاهم يعني انت بتهزر صح ما ينفعش ان نعمل هنا لان الاسم ده اسم لا يعد طب حافظها يا مستر زي اسمي والله اي صفة واسم والله العظيم انت غلطان هنشيل دي طب انشيلها لي يا مستر ما هو مفرد اهو ما هوش اخر اس ما هو مفرد لا يعد سيادتك الاسم اللي ما بتعدش ما نستخدمش معه اه طب انت ايه لا عرفك يا مستر دي اسم لا يعد هقول لك اسمع الفيديو لع القناة اللي هو اسمه الاسماء المعدودة وغير معدودة او قاعدة الاسماء اسمع يعني انه تعرف طيب هعمل لك حاجة كمان كده اخيرا اخيرا يعني اخر حاجة خلص كده عايز اقول لك عليها في الحتة دي السؤال الاخير او الحتة الاخيرة اللي عايزها في انتباهك لها حتة عبيطة بمعنى كلمة عبيطة يعني ولكنها للأسف برغم عبضتها دي كلها كده اللي ان ناس كتير بتغلط فيها في ايه هي يا عم هي القاتل الاول كده قبل ما اقول لك عليها اخذ بالك من الجملة دي دينر دينر من الوجبات ووجبات الطعام من اخدش معها ايه اصلا زي ما اتفقنا الجملة اللي قدامك دي لما تقول شي از المشكلة اللي زمالك بيقع فيها وتمنى انك مكونش منهم انه بيطلق بطيعيني ناخد على حرف على على يعني ناخد على صفة ولا على الاسم هقول لك سؤال هو اللي انت هتستخدمها او دي هتيجي على قبل هتقول لي خلاص خد عليها يا سيدي بقى تقول لي ايه يعني ان الصح طيب ربطها لك بطريقة تانية ركز 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 هقول لها لك تانية بالروحة كده بشكل ايه آآ بسيط هنا كده ركز معي انت بتستخدم الا والان دول بتستخدم الا والان دول على حسب الصفة طبعا احنا بقول ا وان صفة وبعد نقسم زي ما انت فاهم انت بتستخدمهم على حسب الصفة لكن انت قرار قرار هناخد ا او ا اصلا ولا لأ على حسب الاسم تخيل تاني كده انت بتختار انت بتقول اصلا اصلا هو ينفع اخد او او وفقا لمين الاسم هو الاسم ده لو جامع ما ينفعش تاخد للاو او 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 يعني الاسم ده لو اسم اللي عاد ما ينفعش تروح للاو الان دي اصلا برضو فانت بتحدد اصلا انا هستخدم او 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 لا لا وفقا الاسم طيب تمام الاسم ده يقبل الاتنين دول تمام اخد مين فيهم بقى اخد منهم وفقا للصفة يعني دي رقم واحد وده رقم اتنين رقم واحد اشوف الاسم يقبل او 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 لا لا يقبلهم تمام الصفة بقى تقبل مين فيهم انت فاهم لما تقول مسلا كات كتة سيئة والله اسم يعد وهو مفرد خلاص اذا كده انا ممكن ااخد او طب باد تاخد او الان تاخد ا طيب مسلا 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 اه اورنج بن اللي بكتب برتقالي برتقالي مسلا برتقاني هعمل ايه بالمفروض هنا ان اقول لك بن اسم مفرد يعد خلاص ممكن اخد ا ا او ان طب اورنج تاخد مين فيهم تاخد ان عشان كده بتاخد ا وان وفقا للاتنين مع بعض انا كده خلصت اتمنى ان الفيديو ده يكون قدم لك اي حاجة مفيدة اتمنى ان ما تطلعش من الفيديو غير لما تشترك في القناة وتعمل لايك وتسعيل بالقناة وانك ترشد اصدقائك للقناة علشان تقدر الجهد اللي احنا بنبزله. اه لو عندك اي سؤال برضو دايما بقول ابعت لي على الواتساب على التليجرام اكتب لي تحت في الكمينز هرد عليك. ابعت لي على الفيسبوك ممكن تلاقيني على الفيسبوك برقم تليفوني. اه ابحث برقم تليفوني على على اي وسيلة هتلاقيلي ان شاء الله نفس رقم تليفوني مسجيله على الكل. اه قول تاني برضو اعمل لايك عم. اعمل اعمل لايك بقى. حرك ايدك. اقربت ايدك من ساعتها وانا اللي بتكلم وبحرك ايدي فحرك ايدك بقى. وضغط على لايك. وفعل الجرس. وامل سبسكرايب. وبعدين اعمل شارع للفيديو مع زمالك. علشان تنشر علما. اتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد لكم. اوعى تضحك على نفسك. القاعدة دي مش عندي في المنهج. القاعدة دي هي اساس قواعد الانجليزي. لانها اصلا اساسية في اه اللغة. لان الاسم جزء لا يتجزأ من اللغة. كان معكم مستر هيسم كمال. اتمنى ان ربنا ينفعك بالعلم. وربنا يرزقنا الاخلاص. اللهم اجعل لنا في قلوب الناس يوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.